السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدينا مجموعة هامة ومتنوعة من المعلومات لذلك سنحاول نقدمها بشكل سريع ومختصر سنبدأ بالإضراب الذي تم الإعلان عنه بشكل شبه مفاجئ قبل عدة أيام تحدثت أنه متوقع تحدث إضرابات لأنه قاموا بالتهديد بذلك فنقابة العمال لسائقي القطارات في ألمانيا سواء لقطارات الركاب أو حتى لقطارات الشحن الـ GDL في وغا أعلنوا عن إضراب لمدة 20 ساعة يبدأ اليوم الأربعاء الساعة العاشرة ليلا وينتهي غدا يوم الخميس الساعة السادسة مساء فلذلك من المتوقع بالنسبة للناس التي تتنقل بالقطارات في ألمانيا سواء القطارات السريعة لمسافات طويلة أو حتى لمسافات قصيرة سيكون هناك إضراب مواسع سيؤدي على الأغلب إلى عمل فقط 20% من القطارات أو حتى إلغاء العديد من القطارات فلذلك إضراب واسع لمدة 20 يوم سيعطل الوضع غدا بشكل خاص طبعا من المتوقع أن يحدث تأخير وصعوبات قبل بدء الأضراب وبعد انتهاء الأضراب وبالتالي فكل من يتنقل بالقطارات مع الأسف سيتأثر بهذا الأضراب بشكل كبير الأضراب ليس فقط للقطارات التي تنقل الركاب وإنما أيضا لقطارات الشحن في ألمانيا أما ما سبب الأضراب فهو خلاف على طبعا الأجور لسائقي القطارات ما هي مطالب الآن نقابة العمال؟ مطالب نقابة العمال أن يتم رفع الأجور على الأقل بمقدار 555 يورو شهريا وزيادة 25% على الأجور لمن يعمل بالشيشت عبايت في الورديات وأيضا أن يتم لبعض السائقين أيضا أو لبعض العاملين في هذا المجال بالورديات أيضا أن يتم اختصار عدد ساعات عملهم إلى 35 ساعة وتوزيعها على أربعة أيام فقط إذن بدأنا نشهد أيضا مطالبة بالعمل لمدة أربعة أيام فقط وأيضا إنفلسيونس بخيمية حوافز أيضا تعويض عن التضخم الحاصر في الأسعار بمقدار 3000 يورو وأن يكون العقد لمدة سنة واحدة بينما نقابة أو شركة الخطوط الحديدية ألمانية بدأ العقد لمدة سلاسة سنوات إذن هو خلاف كبير على الأجور كامنا المتوقع مشوف بشكل دائم بتابعني منذ سنوات كل فترة دائما في إضرابات ومطالبة بأجور أعلى في مختلف المجالات والمهن في ألمانيا ننتقل إلى الموضوع التالي الهام بناء على نتائج قرارات أيضا اجتماع رؤساء وزراء المقاطعات مع المستشار الألماني فمقاطعة باين بدأت الآن بشكل سريع وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في مقاطعة باين بعد الانتخابات بين حزب الـ CSU وأيضا الفخاية فيلا واجتمعت الحكومة الآن هناك وقررت بأن يتم بدء تنفيذ البطاقة ذات الرصيد لطالبي اللجوء في مقاطعة باين تحديدا كأول مقاطعة أن يتم تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن وأنه تم وضع الخطط لذلك وأنه من المتوقع أن يبدأ استعمالها مع بداية العام القادم يعني عام 2024 فكل الخطط جاهزة الآن للبطاقة طبعا دائما بنسأل هذا السؤال لطالبي اللجوء يعني في فترة تقديم طلب اللجوء في فترة اللجوء بيحصل الإنسان على مساعدات تختلف عن مساعدات الجوب سنتر مثل هي البرجر جيلد أو من الزوزيال أمت أيضا أو الزوزيال أمت أيضا لمنهم فوق سن التقاعد وتسمى يعني لايستونجن يعني مساعدات حسب قانون الأزول بفعبا هي عادة حتى أقل من نسبة البرجر جيلد يعني من الجوب سنتر أقل بتقريبا يعني 50 يورو على الشخص طبعا حسب متزوجين أو إذا كانوا شخص أعزب يعني فمنعرف هالترتيب يعني دائما ولكن هي أقل بشكل عامل البرجر جيلد فسيتمد الانتقال إلى استعمال البطاقة في مقاطعة بايان مقاطعة بايان مندفعة بقوة الآن لبدء تطبيق هذه البطاقة من المفترض أن كنا نشهر قرار جمعي على مستوى كل المقاطعات في ألمانيا ولكن بايان مرة أخرى الآن يعني مندفعة باتجاه أن تكون أول مقاطعة لتطبيق ذلك فلوغيان هيامان من حزب الـ CSU في مقاطعة بايان أعطانا بعض المعلومات عن شكل هذه البطاقة يعني نتحدث عن هذه البطاقة كثيرا ولكن ما هي عمليا الأشياء التي يمكن أو كيف سيكون شكل البطاقة ما أشياء التي يمكن شراؤه بها المعلومات التي أدل بها الآن هي أنها بطاقة ذات رصيد ولكنها لا تسمح بتحويل الأموال أونلاين وبالتالي مختلفة عن البطاقة البنجية في التحرك بأموال المساعدات وأنها لن تكون أيضا لا يمكن استعمالها للشراء أونلاين طبعا نحن نتسوق أحيانا أونلاين نشتري عن طريق بطاقتنا أيضا أمازون أو أي محل تاني فهذه الميزة لن تكون متاحة وقد أو يتم دراسة حتى أن تكون محدودة جغرافيا ماذا يعني ذلك؟ يعني ربما يفهم منه أنها مثلا محدودة بمقاطعة بايان وبالتالي يمكن شراء حاجاتك الغذائية الأشياء التي تحتاجها يعني كطالب لجوء في ألمانيا يعني في بداية وصولك إلى ألمانيا ودون أن يصبح لك باستعمال هذه البطاقة أو شراء هكذا أشياء في مقاطعة أخرى يعني ربما لعدم يعطاء مجال أو يتاحة مجال لطالبي لجوء بالانتقال والإقامة في مقاطعة أخرى يتم دراسة أيضا تكون محدودة جغرافيا لكن ليست مقاطعة بايان هي الوحدة التي تخطط لبدء استعمال هذه البطاقة اللجنة قد تنهي عملها في شهر ينوى 2024 وبعدها يبدأ التطبيق واستعمال هذه البطاقة مقاطعة هامبوك كذلك المتوقع أن تنطلق في استعمال هذه البطاقة مع بداية العام 2024 يعني مطلع عام 2024 مقاطعة بايان مندفعة بقوة أكثر من مقاطعات أخرى أن تكون هي الأولى وقالت أنه يمكن للمقاطعات الأخرى أن تتبعنا فطبعا باتبار أنه لم يتم فرض على مستوى شفنا في الاجتماع الأخير وذكرت ذلك أنا في الفيديو أنه لم يتم اتخاذ قرار حتمي وجماعي في كل المقاطعات بنفس الوقت وأن الموضوع التوريكا بشكل أو بآخر للمقاطعات كقرار سيادي لها وبالتالي مقاطعة بايان وماكوز زودا الأكثر تشدون فيه متعلق بسياسة اللجوء شفنا في الفترة الماضية اندفعت الآن كأول مقاطعة للإسراء في بدء استعمال وتطبيق هذه البطاقة ننتقل الآن للموضوع التالي حادثة البارحة أيضا في جوماسباخ بالقرب من مدينة كولن في مقاطعة نودغين فيستفال حيث تم إخبار الشرطة بأن وجودت حادثة سرقة في محل وتوجهت أفراد الشرطة إلى المكان الشخص المتهم بالسرقة ولكنه قام بإشهار سكين في وجه الشرطة وعلى ما يبدو تهجم على أحد أفراد الشرطة وجرحه في وجهه فقام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه ولكن في عملية إطلاق النار أصيب الشخص المشتبه بسلاسة رصاصات وهو كان في وضع حرج وتم نقله إلى المشفى وأصيب شخصيا من المرة أيضا شخص كبير بسن عمره 74 سنة خدشته رصاصة وشخص آخر أصيب برصاصة عمره 47 سنة أيضا من المرة على خلفية الحادثة هذه المعلومات التي تم الإدلاق بها من قبل الشرطة الألمانية أن الشخص هو أيضا دويتش ماغوكانا يعني من الشخص يحمل الجنسية الألمانية مواطن ألماني ومن أصل المغربي وأنه كان معروف لدى الشرطة سابقا بعدة حوادث لديه صفحة طويلة كما ذكر من الأشياء السابقة المتعلقة بالسرقة أو الكوبة فاليتسونج أيضا العنف الجسدي أو حتى المخدرات فتم ذكر ذلك ونقله إلى المشفى ويتم الآن فرض حراسة عليه أيضا مشددة من ناحية وهذه المرة تتم قام الشرطة بشكل سريع بإطلاق النار عمشوف الفترة الأخيرة الآن على ما يبدو أن الشرطة بدأت يعني حتى تقوم بإطلاق النار عند محاولة القاءة القبضة على شخص إذا كان في خطر منه تجاه الناس تجاه المرة تجاه الشرطة ويتم الآن فحص أيضا كل المعطيات المتعلقة بالحادثة وأيضا ربما الكاميرات والفيديو المتوفر حول كل ما حدث في هذه العملية ننتقل الآن للموضوع التالي متعلق فينا جميعا بشكل أو بآخر وهي عقود الإنترنت والخط السابق الفاسنت إذا كان أحد يستعمله فعنا الفاسنت وعقود الإنترنت في عنا شركات كبيرة في أمانيا ومنها شركة فودافون وفي وقت سابق وفي فيديو سابق شرحت أن شركة فودافون ستقوم برفع أسعارها لخطوط الإنترنت عقود الإنترنت والفاسنت بمقدار حوالي 5 يورو وأنها ستقوم بإخبار كل المشتركين معها في هذه الخدمة وهو ما تم وستعطيهم المجال لأحد أمرين إما أن يستقيل من العقد ويخرج وإما سيتم رفع رسوم العقد بمقدار 5 يورو مثلا الفاسنت والإنترنت من 40 يورو إلى 45 يورو فترك المجال أيضا للناس اللي بحب يستقيل ويخرج من العقد بشكل مبكر وذكرت ذلك في وقت سابق وهو ما تم ولكن الآن اعتبر أن ذلك غير عادل من قبل أيضا مؤسسات حماية المستهلكين فلذلك تم الآن رفع الدعوة أمام أوبا لندس كغيشت في حم في مقاطعة نوت غين بسفالن زامل كلاج يعني دعوة جماعية لكل إنسان متضرر من هذه الفكرة مفادها جوهر الدعوة هي أنه لا يحق لهذه الشركة أن تقوم برفع أسعارها بهذا الشكل وإن أعطت الحق بأنه تستقيم العقد وتخرج وأنها ملزمة بإكمال العقد معك بالسعر القديم المتفق عليه حتى انتهاء العقد اللي هو عادة بيكون مدد سنتين وبالتالي فإن أخذ خمسة يورو شهريا من المشتركين هو مبلغ كبير على المستهلك ويعني الشركة ليس لها الحق القانوني بذلك طبعا هذه هي الدعوة فبالتالي تم رفع الدعوة ويتم الآن بشكل جماعي الشيء المهام جدا أنه كل شخص بعد قدة أسابيع أيضا حابق بيستفيد من الزامل كلاج يعني من الدعوة الجماعية ممكن أنه يتوجه بدون ما هو بنفسه يعني يلاحق الشركة على طريق محامي خاص في أنه في زامل كلاج يعني بشكل جماعي لكل المتضررين من هذا الموضوع أمام المحكمة العليا في مدينة هام والهدف منها هو استعادة هالخمسة يورو لكل المشتركين وأنها يعني قانونيا غير حقيقية أو غير مستحقة طبعا شركة فودافون نفسها وشركات أخرى أيضا الاتصال بشيء نكون حقيقين وواقعين الكلعب يرفعوا أسعارهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة جور العمال كل الأشياء يعني النقل نعرف سبب التضخم الحاصل بكل المجالات حتى شركات مثلا تأمين السيارات رفعت الآن أيضا نعرف نحن في أشهر الأخيرة من السنة رفعت أيضا المبالغ لتأمين السيارة عمشوف ارتفاع في مختلف المجالات فأيضا شركة فودافون كانت أعلنت عن ذلك سابقا في الاتصالات والآن هذه هي الدعوة كيف ستكون نتيجة الدعوة لا نعلام ولكن مبدئيا تم رفع دعوة لأجل حل هذا الموضوع ننتقل الآن الخبر الأخير في هذا الفيديو وهو قانون الحشيش في ألمانيا كما نعلم جدل كبير عليه وعلى ما يبدو الآن أنه سيتم تأخيره لعدة أشهر الحكومة الحالية في الفترة الماضية عم نلاحظ بدأت أيضا تتغير في عدة اتجاهات بسبب أيضا الضغط الشعبي عدم رضا الناس عن أداء الحكومة الحالية استطلاعات الرأي اللي عم نشوفها وتراجعهم في استطلاعات الرأي وأيضا المغارضة اللي عبد طالب مطالبات كبيرة وعبد انتقد الحكومة بشكل كبير وعبد طالب بإجراءات أقصى فيما تعلق حتى بسياسة اللجوء في ألمانيا وحتى في قانون الحشيش لان فهذا القانون على بابدو سيتأخر لأنه في هذه السنة يعني كان مفترض أن يبدأ تطبيقه في مطلع العام القادم ولكن هذه السنة لن يمر على البرلماء الألمانية التصويت عليه وعلى مجلس المقاطعات البوندس غاد كذلك علما أن مجلس المقاطعات ليس مطلوب موافقتهم بشكل كامل وإنما نقاش أيضا القانون في مجلس المقاطعات بعد أن يوافق عليه البرلماء الألماني البوندس تاك فعلى مبدو سيتأخر ذلك في هذه السنة سربما في الجلسة الأخيرة للبرلماء يتم التصويت عليه هذا القانون وسيطرح في العام القادم للنقاش في مجلس المقاطعات وقد لا يرى النور حتى الشهر الرابع من العام القادم الواضح أن الحكومة الآن متباطئة في إقرار هذا القانون علما أن هذا القانون تعرض لانتقاد شديد ونقاش طويل من قبل اتحاد القضاة في ألمانيا من قبل نقابات الشرطة في ألمانيا من قبل عديد من المنظمات الطبية في ألمانيا جدل واسع عليه من ناحية أخرى أيضا يوجد تأييد له تحدثنا عن ذلك عدة مرات تفاصيل أيضا القانون الجديد تحدثنا عنها عدة مرات عدم تجريم شخص يحمل كمية من الحشيش حتى 25 جرام سماح بسلاسة نبتات لكل شخص في البيت كمان غريبة جدا حجم النبتة كبيرة صغيرة يعني موضوع غير واضح تماما السماح بالنوادي خاصة ببيع هذه المادة عند الاشتراك في هذا النادي أدت أمور يعني فالهدف هو كان يعني السماح بهذه المادة وإلغاء الجرم المرتبط بها ولكن اعتراض واسع شفنا من عدة مؤسسات في ألمانيا على هذا القانون وهيك بنكون عملنا جولة واسعة وسريعة الأهم المعلومات حاولت أقدمتكم هي بشكل سريع ومختصر ومفيد قدر الإمكان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته